البرنامج السياسي الأخضر هو برنامج تنتهجه الأحزاب السياسية مش مش تفكر في الجانب الاقتصادي كهو ولا الجانب الاجتماعي كهو ولا الجانب البيئي كهو هو برنامج يشمل كل ماهو العدالة الاجتماعية، العدالة البيئية، الاقتصاد المستدام الموروث الثقافي الوطني، الأمن الشامل، الحوكمة الرشيدة للموارد الطبيعية بعبارة أخرى يرتكز على إدماج بعض التنمية المستدامة في التنسيق بين مختلف القطاعات لضمان تحول إيكولوجي عادل ومستدام ومتكامل برنامج السياسي الأخضر يصل على تحذيره لجان خبارة وسياسيين وبحثين وأكاديميين ومشمع مدني بدرسوا متطالبات المواطنين يكونوا متماكنين من عدة مجلات كالعدالة الاجتماعية، الاقتصاد الأخضر المبني على مبدأ الربحي محترم باستدامة الموروث الطبيعية المجل الثقافي من التراث المشاركة الإنسانية مع الأخذ بعين اعتبار حق الأجيال قادمة فيها والمجل الأمني، كالأمن الاجتماعي، الأمن الطاقي، الأمن الغذائي، الأمن المائي، الأمن البيئي والمناخي، الأمن الاقتصادي، الأمن الإنساني والحكم الرشيدة الموروث الطبيعي مش يكون برنامج يبني رابط من الأجيال المتلاحقة والمستقبلة كي ناخدوا حاجاتهم بعين الاعتبار ويلقاوكوا بكيمة القناة أحنا وخي في العديد من دول تكون الأحزاب الخضراء باعثة البرامج وسياسية خضراء وفي دول أخرى تكون الأحزاب مختلفة وجهاتها معتمدة للفكر الأخضر في برامجها في تونس طاوة هل نحن في حاجة لأحزاب جيدة ترتكز على مبادئ التمنية المستدامة؟ ولا نحن في حاجة ليقنية على الأحزاب الحالية بضرورة إدراج ودمج السياسية البيئية ضمن برامجها وهدفها؟